أهلا بحضرتكم مرة تانية من يوم الحد الجاي إن شاء الله المحافظات هتبتدي بشكل رسمي أنها تطبق قانون المحال العامة الاشتراطات الجديدة الخاصة بترخيص المحلات يعني عندنا أسئلة كتير قوي اللي عنده ترخيص هيعمل إيه اللي ما عندهش ترخيص هيعمل إيه تفاصيل كتير قوي هجاوب عليها ضفنا اللي من وردنا في استوديو الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا يعني خلينا نتكلم الأول عن قبل أي حاجة الاشتراطات خلينا نقول لنص عليها قانون المحال العامة الجديد إيه هي هتكون هو القانون قال إن لا يجوز أن يمارس أي محل عام نشاطه إلا بترخيص وإذا مارسه بدون ترخيص هيقع تحت طائلة القانون وتوقع عليه عقوبات فأذبح الترخيص لازم ما فيش وهو على فكرة منصوص عليه من سنة 54 القانون صادر سنة 54 برضو كان نص كده بس كانت العقوبات ضئيلة قوي فما كانش حد يهتم كتير بالترخيص لكن إحنا ده دلوقتي في سنة 2022 ما ينفعش نسيب ناس تمارس نشاط بيتعلق بالجماهير والمواطنين وما يرخص والبعض هيسأل ليه الترخيص لأن الترخيص أنا بضمن للمواطن إن بحافظه على صحته وبحافظه على أمنه وسلامته أي بمعنى إيه يعني مثلا وده حيتم فعلا يا فندم يعني خليني برضو أصريح مع حضرتك مش كل ما يقدم من خلال المحلات العامة أنا هدي ساتك مثلا هدي مساء حضرتك بتخش مطعم بستوراه تمام وبتطلب أكل أنت تضمن منين أن المطبخ اللي عامل الأكل ده اشترطاته الصحية سليمة أن ما فيش أن الميا اللي جوه مستخدمة سليمة ما فيش خلط ما بين المياه الصرف والمياه العاملين في إعداد الطعام لهم بطاعة صحية ولا لا ولا حاملين المايكروبات كل ده بيعالجوا القانون خدت بالي سيادتك إحنا بنقول إحنا كسلط التشريع علينا أن إحنا نستخدم القانون لخدمة الإنسان وبعدين سلطة التنفيذ بقى هي عليها المراقبة سيادتك بتقول هينفذ ولا لأ القانون دائما يخلق لينفذ أما أنه ما يتنفذ فده يبقى خلل طب وإيه هي المحل العامة المحل العامة هي المحل التجارية والحرفية والخدمية والتسلية والمطاعم مطاعم دي مطاعم دي اللي هي الخدمية خدت بالي سيادتك والكافي بيقع تحت طاق محل العامة لا يعني ترفيه ممكن تخديه ترفيه وممكن تخديه تجاري يعني التعريف المحل العامة للقانون يستخدمه هي المحل التجارية والخدمية والحرفية في حاجة اسمها محل خاص؟ لا لا محل خاص ده يعني معناه أنه ما بيتعاملش مع مواطنين محل العامة هو كل محل يتعامل مع أجواد ومواطنين طب ولجوا كومباون دي تحسب؟ إذا كان بيتعامل مع مواطنين مش حاجة خاصة مش أنت سيادتك عامل مكتب خاص ديك ده مش محل العام لكن سيادتك بتتعامل مع مواطنين يبقى محل العام طب وبالنسبة للقرارات حضرتك عملتوا مهلة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للناس اللي لسه مفيدش أوضاعهم ولا لسه؟ طبيعي بص حضرتك إحنا عندنا كذا نوع في محل غير مرخصة خالص ودولة عندهم مهلة سنة يتقدموا بطلب التخيص عندنا محل مرخصة فعلا ودول عندهم مهلة سنتين عشان يتقدموا يرخصوا طبقا للقانون الجديد خلت بص يا التكنيجي بقى للغير مرخص وهو مع الفكرة نسبة كبيرة ليست قليلة يعني الغير مرخص عندنا نوعين ممكن يرخص ترخيص دائم وفي محلات مقامة في عمارات سكنية غير مرخصة كمبنى يعني أو فيها مخالفات ده لازم يوفق أوضاعه بس عشان نعالج للقصة دي في القانون القانون قال ان هندي له رخصة مؤقتة خمس سنين يعني سنوية تجدل لمدة خمس مرات سنويا خمس سنين في الفترة الخمس سنين دول يكون وفق أوضاعه وخاصة ان قانون التصالح بيناقش دلوقتي في مجلس النواب فهيبقى فرصة ان القانونين يخدموا بعض طيب يعني ايه العقوبات بقى المدرجة على المحل إذا اشتغل بدون ترخيص الغرامة بتتراوح من عشرين إلى خمسين ألف جنيه والإغلاق يعني الجزاء الإغلاق والجزاء القانوني من عشرين لخمسين ألف جنيه غرامة مين الجهة المنوطة بالغرامة؟ الغرامة تبقى المحكمة المحكمة اللي بتغفرد مين اللي بينفذ القانون؟ اللي بينفذ القانون مراكز الترخيص اللي عندنا تلتمية تسعة وتلاتين مركز ترخيص موجود في الأحياء عندهم حق الدبطة القضائية؟ اه فيه من المختص بقى بتحديد قيمة الترخيص بقى نفسه؟ لا قيمة الترخيص مش 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 حد هيحدده مزاجه ده متحدد مساحة المحل بالمتر ومكان المحل هل ده قرأت؟ يعني هل ده نقدر نقول عليه تحدد خلاص؟ نعم هل ده نقدر نقول عليه خلاص بالفعل تحدد؟ تحدد يا فانده التطبيق هيبدأ يوم الحد الجاي ده يعني بعد يومين فكل حاجة متحددة والمنصة الإلكترونية شغالة ممكن قوي المواطن يتقدم للترخيص عن طريق المنصة بدون ما يذهب إلى مراكز الترخيص اسماعي المنصة؟ تلات وسائل للترخيص المواطن يروح بنفسه أو عن طريق وكيل له يقدم الطلب بتاعه والأوراق عن طريق المنصة الإلكترونية اللي هي إيباي فانده إسمها إيه؟ لا إسمها هنجيبه ونعلنه إذا مش معايا دلوقتي نمرة ثلاثة نمرة ثين بقى؟ أول حاجة؟ تلات تلات حاجة تلات حاجة عن طريق مكاتب الاعتماد إيه مكاتب الاعتماد دي؟ ده عبارة عن مكاتب شركات قطاع خاص بتتولى هي الفحص وتقديم الأوراق وكل حاجة وبتقدم شهادة اعتماد لمركز الترخيص تصدر بمجربها الرخصة فيما هو يروح لوحده بنفسه ويرخص يعمل كده عن طريق المنصة يعمل عن طريق الاعتماد بالضبط عن طريق مراكز الاعتماد بالنسبة لقصة الكافيهات وتصريح الشيشة اللي برضو صدر عليه كلام يوم أمس إن فيه تصريح ستقدم للشيشة آه ترخيص هو حضرتك القانون آه قالك إحنا بنعالج أمر واقع موجود في مصر ومنتشر في كل حد الشيشة دي بتقدم رغم أن هناك قرارات صدرت من الحكومة ومن المحافظين بمنع الشيشة لكن ما قدروش ينفزوها لأنها انتشرت أكتر فأصبح الصح إن إحنا نقنن وضعها ونحط لها اشتراطات بحيث ما تبقاش مؤزية لللي ما بيدخنش وللسكان كمان اللي فوق الكافية أبس هيكت موجودة يا فاند يعني إحنا برضو مش هننفق رؤوسنا في الرمال من آيام الكورونا والناس بتقول يا جماعة انتوا رغمان ومعين الشيشة وهي موجودة في المحل ده صحيح ده صحيح حضرتك عارف ده اه اه طبعا الله والمشاجع عارف ده والمشاجع ساعة ما طلع القانون أسه هيعمله ايه على فكرة يعني هو أنا شخصيا كنت ببقى عدف كافية وشوف الشرطة بتدخل تاخد الحاجات زيه وتتكلم معه ويحصل مخالفات ويحصل هيعمله ايه الناس برضو بتنزلها تاني ونص ساعة ويرجعوا تاني بترجع تاني اه يعني مش تأثير يعني منهم برضو لا نقول اللي لينا ولي علينا لكن خلاص هو بقيت مغمول هو طبيعة للشعب جزء كبير منه بيشرب شيشة وبالتالي احنا ننظم له دي عشان تبقى في اطار صحي بدل ما تبقى ضرب الاخرية وخاصة سكان العمارات اللي فيها الكافيدة بمأزيين جدا من الدخان اللي طالع عليهم ليل النهار وبالتالي لازم احط له اشتراطات لازم احط له مكان مغلق لازم احط له تهوية معينة عشان ارخص له يحط طيب ايه الاوراق المطلوبة لرخصة المحل يعني الدريبة مثلا يعني بص عدرتك هو المواطن بيتخدم على نموذج طلب وبيرفق اوراق اهمها ايه بتاع ضربية مثلا اهمها ايه صورة البطاقة صورة البطاقة الضربية صورة السجل التجاري عقد الايجار بتاع او عقد الملكية بتاع المكان اللي هيعمل فيه النشاط واذا كان مثلا هيعمله حاجة خاصة بالاكل بيجيب شهادات الصحية بتاع العاملين وبيجيب شهادة ان المبنى مش مخالف انا لو انا فتحة محل في مال هل انا المال هو اللي بتصرف ولا انا بقلية كمان حاجات بعملها محل فين في مول في مول لا انت بتقدمك كل حاجة برضو كل محل مش المول المول ما بياخدش جخصة المول بياخد المحلات داخل المول كل محل له تجخيص لان النشاط مختلف فيه ناس بيبيع ملابس فيه ناس بتقدم اكل فيه ايه لاخره فكل النشاط له رخصة طب كلمنا لغة الارقام عندنا كم محل مترخص لغاية داخل الجمهورية لا انا معايش لرقم لكن احنا بنتكلم في حدود 50% او يزيد مش مرخص اه 50% غير مرخص ده رقم تقريبي عشان يبقى يتكلام واضح لان انتو برنامج مسموع والناس بتشوفه الرقم ده رقم تقديري تقريبي تمام وبناءا عليه احنا الحكومة بتستهدف ترخيص هذه المحالة التجارية لادراجها يعني بس انا عايز اقول نقطة الحكومة هنا والمحليات مش هدف ابدا جمع مال عشان الناس فهم الموضوع غلط ليه؟ لان الرخصة بتدفع رسومها مرة واحدة والرخصة دي طول العمر دائمة رخصة دائمة فبتدفع رسوم طول العمر انا لو عايز اجمع مال امشي زي القانون القديم القانون القديم كان بيدفعني رسوم سنوية ده لغينا رسوم السنوية قلنا انا طالما الانسان هيتحاسب على مكسبه لدى مصلحة الضرائب لا شأن لنا بيه بقى خلاص احنا بعد ما عملنا الترخيص بنبلغ الضرائب ان فلان الفلاني ده في الحتة الفلانية عمل محل كذا مساحته كذا عنده رخصة شيشة عنده رخصة الحد الادنى للخدمة اللي هو المينموم تشارج خلت بالسيطر برضو عملناها برخصة عشان تتنظم ليه؟ لانه المينموم تشارج بتحاسب ضريبيا غير اللي ما عندوش حد قدنى لتقديم الخدمة وبالتالي بنعمل نوع من انواع المساوامة بين المواطنين طب احنا قلنا المهل قد ايه معلش؟ بص حضرتك المحال اللي مش مرخصة قدامه سنة يقدم طلبه المحال المرخصة قدامه سنتين يقدم طلبه والناس في النهاية ده ليه تأمين او ليه نوع من انواع المميزات لدى الدولة؟ غير قصة ان هو يعني هيبقى يسجل مرة واحدة؟ بص حضرتك حضرتك اولا الاجراءات مبسطة الرخصة بتصدر في اقصى مدة تسعين يوم اذا انا قدمت ورقي كامل ومر علي ستين يوم وهو ما ردش علي مركز الترخيص الرخصة تبقى صدرت بقوة القانون اذنني يعني مفيش احسن من كده مفيش احسن من كده مفيش احسن من كده خلتبال سيادتك سيادتك لو تعلم في ظل القانون القديم كان فيه بعد حالات كتيرة بتقعد ثلاث اربع سنين عمام ما يطلع الرخصة ده انا هيطلع الرخصة في اقصى مدة تسعين يوم ستين يوم بيقدم الطلب ويتفحص وثلاثين يوم للمعاينة هاي وبناء علينا يعني في انتظار تطبيق هذا العام هيبدأ يوم من الحد ان شاء الله ان شاء الله ونرجو ان الناس تسق تماما ان الان المصلحتها اللي معها الرخصة قاعد امن لا بيجيلوا بتاع الشرطة يقفل هولو ولا بتتصادر الادوات بتاعته لانه مرخص وقانوني وعمل الاشتراطات اللي هي تخدم المواطن على اي حال احنا يعني كلنا امل ان طبعا كل الامور تمشي بالنسبة لاصحاب المعالي التجارية طبعا عنده القوة كبرى لا يستهان بها خالص ثم يعني اعتبر يعني عمود من اعبدال اقتصاد الوطن يعني تشوفوا بقى كم محل في الدولة احنا بتكلم في ملايين في ملايين بتكلم في رقم يختار من كمسة ملايون منشاة طبعا احنا متأكد من ده متأكد من ده ونشكرك يا دكتور دكتور محمد الفيوم المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة شكرا جزيلا يا فندم نوركنا في طبع الخير شكرا يا دكتور شكرا يا فندم